السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمننا شهيوات ناني كان قطرح عليكم اليوم واحد شهيوة ولا فطائر تيكونوا في كل موائد الفطور المغربية يعني كيقدروا يكونوا نهاريا نهار الله وكيعجبونا صراحة كيعجبونا بزا فأنا شخصيا كيحمقوني اللي هما الملاوي أو اللي نسمن بشحمة والفلا في الألوان هنا أنا ما عملت شحمة عملت واحد الباديل كيعجبني وباديل منين ما تتكونش متوفرة عندي شحمة باديل زوين كيعطيل لون كيعطيل لده كيعطيل طعم وبالنسبة للطريقة فهي بسيطة جدا أما العطرية فعملت شيء إضافات لي كتزيد طعم يعني كتخليهم زوينين بزا فأول حاجة غادي أنا نعطيكم الترتيب كي خدمتهم يعني أول حاجة خدمتها هي العجينة عندي هنا يا ربعات الكيسان دلعنبا ديالبقاء مقابل كاس واحد ديل فينو بالنسبة للخميرة راكم شفتو ديك الطريقة داك القريصة داك الراس ديال الصباعات ديال الخميرة دل العجينة مع الملح واحد شوية ديال سكار وبالنسبة للعجن فغادي يكون بواحد لما دافي غادي لبرودة يعني لو كان لجو برد فكنت غادي نعمله دافي غادي لسخونية ولكن دا بالحال بدك يدفع فعملته ميل لبرودة غادي بالنسبة للإضافة ديال الخميرة فأنا ضروري يعندي في المسمن وفي الملاوي لأن ما كان ستحملهم شا هكذاك فهنايا كان حصلوا على واحد العجينة مدلوكة مزيان دلكوها مزيان وتكون ناعمة يعني ما كتلسقش في اليدين ولكن ماشي مرخوفة راكم عارفين القياس ديال العجينة ديال المسمن هنايا أنا لو عجنت بالعجانة فكتخرج العجينة مدلوكة مزيان ومرخوفة فجوش دقيق فقط وننقطعها كويرات بالنسبة لهذا الكويرات تقريبا لو وزنتهم كيكونوا ما بين تسعين خمسة وتسعين قرام أما لو عجنتوا بديكم فادلكوها كذلك مزيان ولكن غطيوها وهي بقى مهكا كمعجونة يعني كورا كبيرة غطيوها واحد العشرات تل خمستاشر دقيقة عاد باش قطعوها كويرات هكذا أهم حاجة وهي مقطع كويرات هكذا اللي تطولوا في مدة الراحة يعني أنا كقول لكم باش تحصلوا على واحد الملاوي إزويونين قطعوها كويرات غمروها مزيان بالزيت يعني مسحوها بواحد شكل كبير وخليوها ترتاح أطول وقت ممكن هنا بالنسبة للحشوة فبديت كان حطارها يعني من بعد ما قطعت الكويرات دل العجين بذلك الشكل عندي هنا البصلة خطارية تقريبا زوج متوسطين مع الفلافي الألوان عندي الحمار نصف الفلا حمرا نصف الفلا خضرا نصف الفلا صفرا شديتهم كلهم في ذيك الهاشواء في ذيك اليدوية وطحنتهم بهذا الشكل لازم يكونوا صغار ما يكونوا كبار اني كيكونوا كبار كي يقطعو لكم العجين غد نضيف هنا تقريبا واحدة اربعة حتى الخمسة المعلقة دي المزيج من زيت الزيتون وزيت المائدة النار تكون قوية باش البصل والفلافي اللي يطلعوا وقاعدة المال اللي فيهم هنا بالنسبة للعطارية عندي شوية الملح شوية واحدة معالقة صغيرة ديال القصبوريا بس تحميرا كدلك نفس القياس تقريبا نصف معالقة صغيرة ديال الكوركوم واحدة شوية ديال الفلفل الأسودة وليبزار وبالنسبة لواحد العطارية اللي عملت هنا هي الكاري اضافة اللي قلت لكم في بلاصة الشحمة اللي هي داك الدهن ديال الصوسيس فاش كان طيبو كان طيبو انا في معالقة وحدة ديال الزيت ومنين كي نزل داك الدهن دياله كان خليه حتى كي يبرد وكان جمعه في المجمد هذا كي يجيني بديل حسن من الشحمة صفي هنا يضفت واحدة شوية ديال الصعتر اوه هنا غير دابت ديال الشحمة اضفت شوية دياله ربع وهذه نطفع لها ونخليها تبرد بالنسبة للكاري فأنا عملته بديل لديك العطارية الصحراوية ما عنديش فهذا الكاري كي يزيد واحد الطعم يزوين هنا الحشوة بعدما بردات قسمتها حصص هنا العجينة ارتاحت بما فيه الكيفية اخليتها ارتاحت الوقت اللي كان طيب ديال الحشوة يعني زايد عليها واحد شوية هذا كل الوقت اللي خليتها تحت هنا يا بالنسبة للطورق غادي يكون بالزيت فقط طبيعة الحال اننا عندنا ذلك الدهون ديال الصوسيسة ولا الشحمة غادي ناخده اول كورة وهذه وغادي نبدأ نطلقها غادي نبدأ نطلقها بواحد السوم كرقيق بالاستعانة بطبيعة الحال بزيت المائدة غادي ناخده واحد الحصة من ذاك الخالط ديال البصل وفلافل غادي نبدأ نسح به هي الحصة الكبيرة ديال 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 الحشوة يعني ما كان بقاش نهز الحشوة ولكن كان مسح به بدك ليدام اللي كيل سقلية في صباعي تطويتها من هنا وطويتها من هنا وطويتها من هنا وعادك تجيب ثاني نص لاخر من هنا يعني على الوسط حتى نحصلوا على هاد الشريط هذا طبيعة الحال فيديو را مشروح غادي نمددها غيب واحد شوية اهانتو ما كان قولكم بأنني كان مسح يدي في ليدام اكي جوزوي ونينو ديال اضافة الكاري كتعطيهم واحد الطعم رائع اذا ما عندكم مش الكاري اعملوا شوية ديال راس الحانوت عطرية الصحروية ديال هاد المسمن والمخامر ما كانش يعني عملوا اي تتبيلاء اي يعني عطرية تتعجبكم طبعا الحال هانا لويت ديال بديك الملوية بعد ما حصلت على شاريط بقيت كان لويها هنا يا بالنسبة لدك الشاريط الطويل اللي كان حصل عليه ما كان عودش نرققه علاش لأنني أنا ورقت ديال الكورة من الاول مزيان من الاول كما تشوفوك نحط لمقدار كل ديال الحشوة ديال دك البصل والفلافل تمقا نوزعها مزيان على العجينة كاملة وانين بدأ نطوي انتو مايرا الفيديو واضح الجميل في هاد العجينة هادي انها ما كتجيش ميد ما انتو مايلا جربتو من شاء الله وديك الاضافة هادي لحبز يعني دائما بقود ديال ديال الحبز كتخلي سبحان الله كتخلي العجينة فحالي لما كتبقل ميد مفحل لو ما عاملينش لو ما عاملينش نهائي يال الخميرة كتشرب كمية الدهون وزيت الزيت التوريق ورفاش طابو وناشفين في الحقيقة يقهرون يدوك اللي يكون فيهم دقوة اليدام وكان عرفة ان الحاجة ما فيهاش الخميرة طبعا كالحمن كتوصل للطرف الاخير كتبقوا كتتمددوهم زيان باش هو باش كنجمعوا ديك الملوية تنجمعهم هنا في واحد فتاك الإناء نيت وكان غطيهم يضطرخ في واحد شوية خليتهم تقريبا واحد تولوت ساعة هكذا كله يعني تقريبا في حال هكذا يعني الجهد فاش مشيت توضيت صليت وجمعت الكوزينة عدا رجعت بديت تنطيب فيهم يجيو زوي ونين مطلوقين وزوي ونين وش هو منهم وريحتهم رائعة كانت منكم لو تجربوهم والله غادي يعجبوكم بزاف هنا يا طبعا الحال الطياب راه واضح كان بدك نورقهم فوق ذاك الورق ديال الطهي علاش باش مدفور مش لكم الملوية غادي نبقى نحط هنا يا المقلرة كبيرة كانت تهزلي بزاف را كتهز حتى ربعة وطبعا الحال الطياب راه باين غا تبدو تقلبوهم غير هو انتابهوا الواحد المسألة لانهم حمرين فانتابهوا المسألة الطياب ليبال لكم غير تصهدوا هكذا هكذا وبدك يعطي فيهم دا كلهم يحسب لكم مش طيبين ويبقوا لكم خضرين من الداخل لا الطياب انا ركض هلي هم تيطيبوا عندما عادي تشوفوا الجهد فاش غادي نطيبهم اعطيوهم وقتهم حمرين وقفوا لانهم حمرين اعطيوهم وقتهم للحمرين را ممكن اختباروكم وتسهدوا هكذا ويبالووا لكم را طابوا وطلقوهم شوية خضرين اعطيوهم وقتهم النار كتكون متوسطة مرة في الحقيقة ركتعرفوا في الطيب مرة كنطلعها متوسطة مرة كنهديها هنا يا كنحط واحد الشبيكة اللي طيبتها كنبقى ننزلها تمك ما كنحطهمش يعني هكذا على بعضياتهم وها هو الملوي جاهز كيجي زويون وكيجي يعني ما كيجيش كيكا نقوله عامر بالبضعة وعمر بهذا ولم دقص يعني ما كيجي زويون يعني ما عرفت شو نصفو لكم ولكن را كيجي رائع بزاف وغير ديك الإضافة ديك شوية ديال الخميرة راك الرأس ديال الصباعات ديال الخميرة ها ديال نيرا مهمة بزاف عندما كيجي زويون مورقوه شيشو من بره كيجي مقرمل وعاد الطعم كيجي هائل بزاف كان نصحكم تجربوهم لأنه من شاء الله وحتماً غي يعجبوكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر